أيها الإخوة في الله إن واجب عظيم علينا أيها الإخوة كلهم بقدر طاقته وبقدر علمه أن يتقي الله في نفسه ويحاسبها وينظر ماذا قدم للآخرة ما نعمل لإخوانه المسلمين هل نصح لله والعباد هل جهد في الله هل دعا إلى الله هل أرى بمعروف هل نهى عن منكر هل جهد نفسه لله هل صدق قوله عمله وعمله قوله أم كانت الأمور على خلاف ذلك هل يحاسب نفسه والله يقول سبحانا يا أيها الذين اتقوا الله وانذنوا بالنصر وقدمت لغض واتقوا الله إن الله خبير فالمحاسبة لا شأن التجار يحاسبون عمالهم وكتابهم وينظرون في حساباتهم كثيرة يخسرون أن يخسروا فالحساب للنفس لأن لا تخسرها وتذهب عليك لأن لا تهلك أعظم وأكبر فانظر يا عبد الله الواجب النظر ما لا قدمت للآخرة ما لا عملت ما قلقتها فإن كنت عملت أعمالا طيبة واشربك اتبات واستقب حتى تقربك حتى تموت وإن كنت فردت وضعت وقصرت فمادر بالتوبة مادر بالإصلاح والله يتوب على التائمين ترجمة نانسي قنقر